بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إذن إخواني التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله ورحمة بكم معنا مرة أخرى فتسمة تصحيح المتحان الجريبي رقم واحد في دراسة الدول الحصة الماضية نوقفنا في السؤال رقم ثلاثة اللي كان مطلوب فيه هو حساب نهاية F عند محدة DF ثم إعطاء تأويل الهندسي النهاية تشتم عن كيف حسبناهم القيناة النتائج اللي هي قدامكم الآن ده بغد نمر إلى إعطاء تأويلات الهندسية طيب بالنسبة للحالتين هذه اللولة والتانية يعني لي 103 على اليمين وعلى اليسار أعطتنا الآن فيني تأويل الهندسي في هذه الحالة هذه تقولوا أن السأف نحن نبدأ بهذا السأف يقبل مقاربا عموديا معادلته X يساوي 3 وكنديره بين قوسين وكنديره هنا على اليمين ماذا نقصده على اليمين نقصده على هذا المقارب العمودي سيكون مثلا هو هذا في المعلم فش ترسمه عندما نريد أن نرسم المنحنة سنرسمه في الجهة اليوم نديل هذا المقارب يعني فضل الله يسهدو واللي يبغى فيكم يزيد يتعلم زيان كيف يرسم مونحنة دالة كان نصحو يقلب على فيديو في القناة ديالي العنوان دياله هو تعلم رسم مونحنة دالة فيديو تقريبا فيه ساعة وفيه شرح يعني مهم جدا في كيف يتتعامل مع التأويلات الهندسية وكيفش أنكم ترسموا مونحنة دالة يعني بوحد ترتيب اللي يخليكم ما تضيعوش من نقرأ ديالكم في الامتحان الوطني طيب التأويل الهندسية اللي يعطينا هنا غدي تعاود هو نفسه هنا تماما فقط الدك على اليمين غد تبدو له وغد تصبح على اليسار يعني حتى هنا غدي نقول سأف يقبل مقاربا عموديا معادلته x يساوي ثلاثة وبين قوسين غدي نديره على اليسار يعني فاذا سنجد الرسمه سنجد هذا المقارب عمودي سنرسم المنحنة من جهة اليمين سيكون طالع هكذا ومن جهة اليسار سيكون المنحنة هكذا ومن جهة اليسار سيكون المنحنة هكذا لماذا رسمته من تحت حسنا نوصل لمرحلة الرسم المنحنة وسنأخذ معكم ديالك ساعة طيب لو كتشل عدنا نفذك النهاية بجرد الأولين دابة سنمرروا لهذا كتلاحظوا دابة هنا لدينا الليميت في اللامفيني ديالك سنعطتنا اللامفيني في حالة يمجوج إذا شنخصنا نديره دابة خصنا لابد نكمل المراحلة من البعد باش نقدرون نعطوه تأويل هندسي إذا غير نحسبوا الليميت لما يقول إسيالة بلس لامفيني ديالك سنجد ديالك سنجد ديالك سنجد ديالك سنجد هنا بلما تقولون يا غن تحقوه أصلا هذا عاطينا شكل غير محدد باينة حيث ديالك سنجد ديالك سنجد كما حسبنا هنا نعطتنا اللامفيني وهذا إكس الذي في المقام كتعتنا اللامفيني ولمفيني علاما لنا في شكل غير محدد إذا بلما نعوض ونعادن بي لهم على شكل غير محدد سنجد مباشرة نعوض تعبير ديالك إذا نرجع لسطرنا تساوي الليميت لما يقول إكس إلى بلس لامفيني تعبير ديالك يعني إكس زائد واحد فآلن قيمة المطلقة ديالك سنجد نقص ثلاثة على إكس مزيح هذا الشكل غير محدد اللي احنا قلناه أنه كين كيباش غدين تخلصوا منه هناك عدة اقتراحات ممكن تجيكم في البال كين لا غيقول مثلا غدين ديروا إكس زائد واحد نخرجوها بره بوحدها وهنا نديروا آلين قيمة المطلقة ديال إكس ناقص ثلاثة على إكس كين لا غيفكر فيكم بهالطريقة هذه ولكن إن لا درتوها كدام هذا الشيء هذا بعدها شنو أعطيكم أعطيكم لانفيني لانفيني لأنه شكل غير محدد وإذا أريد أن تطبق لعلاقة أو لقاعدة ديال آلين مهم أن تضيعك بزاف ديال الوقت مهم بلما نناقش في هذه القسيرة أحدا لأنه سيضيع الوقت أو في الأخر لا سوف يصل لكم للجواب لأنه سيضيع شكل غير محدد لهذا فإنه أعطي التعابير الأفضل هو أننا نفرق التعابير بذلك الشكل نحن نكتبها تساوي لميت لما والإكس إلى بلوس لانفيني ديال إكس زائد واحد على إكس مضروبة في الآلين قيمة مطلقة ديال إكس ناقص ثلاثة إذا نلاحظوا جبتها تحت ديال إكس زائد واحد حيث بينها وبيل الآلين كي نضرب نقدر نخرج الآلين بالروق لليس غير هذه اللي مقسم على إكس مزيان علش درس هذه القضية هذه حيث كنلاحظوا أنها التعبير هذا لو حسمنا الليميت ربو حيث الليميت في لانفيني سأجدنا هي الليميت ديال إكس على إكس الحد اللي عنده برقوس على الحد اللي عنده برقوس اللي هي غدتنا واحد وواحد نضربها في هذه كتبتنا بلوس لانفيني إذا النتيجة في الأخير ستكون هي مهدا هي بلوس لانفيني سنعود المثال لد 76 سنتقل đã لسألة الليميت عندما ي pirates ile برقوس لانفيني ديال إكس زائد وواحد على إكس تساوي به العديلي próximo عندما ي Looking إلى برقوس لانفيني ديال إكس على إكس لاحظوا مع ايخذية الحد و �د الص envie الفوق والنص القعدية للتحس هي تساوي الليمييت عندما يультат 듣 إكس مقصوم كم تساوي؟ تساوي 1 دبل المسألة 1 عندما يقوم X إلى بلوس لانفيني كما نحسبها؟ أخصي نشد X هنا ونعوضها بلانفيني وأنا أصلاً لا أعدي X إذا ما ستبقى؟ ستبقى 1 موقت ذكرنا هذه المسألة الأول أريد أن نذكر المسألة الثانية هي أن المسألة بلوس لانفيني من قيمة مطلقة X ناقص 3 تساوي بلوس لانفيني وهذه ذكرنا التعليل بزر المرات في الأسئلة السابقة قبل أن ندخل التفاصيل الآن ليس مشكلة إذا نلقينا هذا بالنتجة ماذا؟ نلقينا أن الليميت عندما يقوم X إلى بلوس لانفيني ديال F دي X على X تساوي بلوس لانفيني فشكنا نوصل للمرحلة ديال الليميت في لانفيني ديال F دي X على X كما كنتعرفوا عندنا ثلاثة ديال الحالات إذا أعطتنا لانفيني تنقول السأف يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه المقارب يعني اتجاهه هو اتجاه محور الأراتيب نزيد بدونه ونزيد الوجود بجيوار بجيوار ماذا؟ بجيوار بلوس لانفيني هذا بجيوار اللي أنتكد هنا، على ما تعود؟ ماذا هو هذا الذي يجيوار؟ على ما نهضر هنا؟ هنا نهضر على X بيعني هذا بلوس لانفيني الذي كتبتِ لم أكنكتبتَ هنا حتى تلقيتها في النتيجة كتبتَ هنا حتى اتجاهه XTH لها طيب، إذن بهذه الشكلة تأعطينا الجواب واحد الملاحظة بش نجاوب على واحد تلميذة اللي كانت كتبت تعليق في الفيديو السابق على هاد الكتابة هاد الليميت هذي قالت هي بان هاد الكتابة هي كتابة خاطئة طيب وخاء انا جاوبتها يعني في تعليق نسب الكتابة ولكن من الافضل نزيد نوضح هاد الامر لها هي وحتى اللي ممكن يستفدن هاد الامر هذي قالت هي بان من لي اختزلنا الاكتابة نكتبه مباشرة يسوي واحد يعني قالت في لما نكتبه هاد قالت في ان هاد الكتابة خاطئة طيب اذا درت بان الليميت عندما اول اكس الى بلوت لانفيني ديال اكس على اكس تسوي واحد اشغال ان كنت نبين للمصحيح كأنني كيف احسبتها المصحيح وش بينتي له دبعه هناش اختزال ما بينتيش اذا درت من هاد نيش اندرسي واحد شنو غيفهم المصحيح غيفهم بانك تقولوا ليه هاد اكس اش كتعطينا كتعطينا لانفيني يعني كأننا سنقول للمصحيح راه لانفيني على لانفيني كتتبوي واحد وهذا امر غير صحيح اذا ما هو الحل فالحالة هذه الحل هو ندير الاختزال عادي كما نخدم في النهايات وندير تتسوي الليميت ديالك شو اللي بقى له بعد الاختزال اذا بقى له واحد اللي هو عدد ثابت ومفيش اكس هذا يعني ان الامر خاطئ بالعكس كتقول انا في الماكينة اش اكس كنت نعوضه بلانفيني وبحكم باقي ناش اكس اذا كيف قددك العدد اللي هو واحد سوف يكون جاوبنا بهذا الشكل ندوز لبا لذا النهاية الاخرى هنا غدي نتخذبو بنفس الطريقة غدي نمشي الى المرحلة التانية الليميت عندما يقول اكس الى مولانفيني ديال اف دي اكس على اكس اللي هي كتتساوي الليميت عندما يقول اكس الى مولانفيني باش نختصر في الكتابة غدي نكتب هدي نعوض اف دي اكس ثم نفرق تعبير بنفس الطريقة لذاتنا يعني ديال اكس زائد واحد على اكس مضروبة في الآلين قيمة المطلقة ديال اكس ناقص ثلاثة طيب باش نختصر هدي غدي عطينا واحد بحل يدرنا في هذا الشيء الى هنا وهدي الوسط غد جينا مولانفيني ولكن حيط القيمة المطلقة غدتصبح بلوس لانفيني والآلين عنده بلوس لانفيني بلوس لانفيني وغدي ترجعوا للصتار ديال الساعة وغدي للتعليل تقولوا لي أنها وتوضحوا الأمور طيب. نكن نناتجه اللي القيناة الان غنكتبوه نقطروه ليميز عندما يقول اكس لانفيني ديال اف دي اكس على اكس تساوي بلوس لانفيني نكن نقطروه النتيجة التأويله هندسي اذا ساف يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه هو اتجاه محور الأرارة ولكن هذه المرة ردهم عن البال سوف ندير هنا بجوار مولن فيني لأن X يقول إلى مولن فيني وبهذا الشكل تكون جاوبنا على السؤال رقم ثلاثة بحساب النهايات وبإعطاء تأويل تندسية سوف نمر الآن إلى السؤال رقم أربعة السؤال رقم أربعة طلبوا لنا أننا نلقوا إحداثيات نقط تقاطع السؤال مع محور الأفاصيل هذه طريقة للإجابة على السؤال نقل تحديد تقاطع أو لا تحديد نقط تقاطع سف مع محور الأفاصيل نحل في مجموعة تعريف دلة F المعادلة F D X تساوي 0 حسنا نحاول بسرعة نوضح لكم الأمر لكي تقوم بإعطاء الإعلام هذا هو المعلم هذا محور الأفاصيل تخيلوا معنا عندي منحنة دلة F تلاحظوا منحنة دلة F يتقاطع في محور الأفاصيل فهذه النقطة بثلاثة تقوم بإعطاء الإجابة تقاطع في محور الأفاصيل تذكر تقاطع في محور الأفاصيل تقاطع في محور أفاصيل بإعطاء أفاصيل منحنة دلة F بإعطاء أفاصيل نقطة من المنحنة ذلك النقطة كينا في محور الأفاصيل يعني لماذا كينا في محور الأفاصيل؟ لأنها هي نقطة تقاطع السائف مع محور الأفاصيل لهذا إسقاطها سأجينا 0 إذن شنك تساوي لنا صورة X0 تساوي 0 هذا الأفصول اللي هنا لو سمينا حتى هو X1 صورة X1 بنص طريقة سأجينا هي 0 هذا لو سمينا X جوج صورة X جوج ستكون هي 0 إذن شكون هما نقطة تقاطع السائف مع محور الأفاصيل هذه النقطة ستكون هما للأفاصيل ستكون حلول المعادلة Fx تساوي 0 إذن جميع النقطة اللي سنلقى هنا الأفصول لهم ستكون حل المعادلة Fx تساوي 0 والأرتوب ستكون دائما هو 0 لهذا سنحلل هذه المعادلة حل في الدائف لدينا كل X من الدائف لدينا Fx تساوي 0 يكافئ بأن X زائد 1 مضروبة في آلين قيمة متقادل X ناقص لا سيساوي 0 يكافئ حكما عندي الضرب إذن إما العدد الأول يساوي 0 أو العدد الثاني لهذا يساوي 0 يكافئ أن X يساوي ناقص 1 أو هنا هذا الصفر يمكن لنشوفه على أساس أنه LN 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 نحن نعرف LN1 يساوي 0 ونعرف أيضا واحد القاعدة أنه إلا عندي LN X تساوي LN Y فهذا يكافئ أن X يساوي Y طبعا بالحال كانوا X و Y عددين موجبين قطعا طيب لهذا سنستنجوا أن نحيض LN هنا و هنا أن القيمة المطلقة للX ناقص 3 تساوي 1 وده بجهة المرحلة كيف نتخلص من القيمة المطلقة كان عرف احنا أن القيمة المطلقة لعدد X إما تساوي العدد X أو ناقص X طيب ما سننجد هنا نجد أن X يساوي ناقص 1 أو X ناقص 3 يساوي 1 أو هذا لوسط القيمة المطلقة سنضرب ه في ناقص حيث القيمة المطلقة هذه عدد إما تعطين العدد نفسه وإما تعطين ناقص لك العدد ناقص اللي ممكن ديرها لها سننجد هجال أخرى بعبارة أخرى سنقول هذه تكافئ بأن X لا ساوي 1 أو X لا ساوي ناقص 1 نكمل دبا الخدمات يكافئ أن X يساوي ناقص 1 أو X يساوي نتقول هذه هنا 3 زائد 1 وهي 4 أو X يساوي هنا ثلاث ناقص 1 وهي جوج وكاللاحظ هالأعداد كامل اللي حصلنا عليهم كنتام إلى مجموعة التعريف دال F يعني كل القيناة مثلا X يساوي 3 سنعتبر بأن هذا حل غير مقبول يعني ذاك العدد أصلا مداخل في مجموعة التعريف يعني ما ينشي نقطة أفصول ها يساوي 3 طيب إذن نقط تقاطع CF مع محور الأفاصيل هي النقط التي إحداثياتها هي لاحظوا غير ناخذ الأفصول في الأول مثلا نبدأ بهذا هو ناقص 1 الأرطوب سيكون هو 0 هو الصورة هذه النقطة 1 بالدلا F ثم عندنا 0 و 4 0 وهذه مزيدة نعقل عليهم هذا لكي نجعل رسم المنحنة ناخذهم بعيد الاعتبار يعني رسم المنحنة بأنه تقطع محور الأفاصيل في هذه النقطة هذه إذن وصلنا الآن إلى السؤال الرقم 5 والذي مطلوب فيه هو رسم منحنة دلا F إذن لرسم منحنة الدلا F يجب أننا نسترجع جميع المعطيات التي رأينا على الدلا F التي تساعدنا في الرسم أول شيء أريد هو بعد جدول تغيير تحته قدامنا لكي تبقى الأمور واضحة ثم رأينا تأويل الهندسية التي صادفنا ها رأينا أن C يقبل مقارب عمودي وهذا المقارب العمودي الذي رقينا هو نفسه كين في اليمين وفي اليسار ورأينا أيضا فرع الجامي اتجاهه هو اتجاه بحوار الراتب بجوار بلوس لامفيني ورأينا أيضا فرع الجامي اتجاه هو اتجاه بحوار الراتب ولكن هذه المرة بجوار موال لامفيني كيف سنبدأ هذا لنرسم المنحنة أول شيء نبدأ نرسم المعلم هو هذا السلم هو 1 سنتيم ورسمت شكل كبير لنقدي الرسم طيب كيف المعلم سنبدأ سنبدأ هذا تأويات الهندسية التي لدي هنا ونزيل عليهم حتى تأويل تهندسية في قابلية للشقاق لنطلب لنا قابلية للشقاق ولكن غير سنفكر كيف الأمور التي سنرد لها البل سنرسم المقاربات نرسم الفروع الجميع ونرسم المماسات لو لدي قابلية للشقاق نبدأ بهذا ونرى معكم التتم لاحظوا لدينا المستقيم دون معادلة X3 أفصول 1 J3 إذن سنرسم مستقيم عمودي بهذا الشكل لدينا ونرسم الجزء من السائف الذي يكون على اليمين و لكن يكون لديه المشكلة ما سيكون سائف قريب لذلك المستقيم من الفوق و او لا سيكون قريب لذلك في الى البلاغ حيث نحن نحن نريد إما نتيجة للليميت و إما سيكون جدول التغيرات تخيلوا هذا هو المستقيم بالمعادلة يساوي ثلاثة و هذا تخيلوا المنحنة إذا المنحنة من نطالع؟ طالع من الأسفل الحوال الأعلى إذا سنأتي هنا ونرسم بلون مغاير اللون الذي سترسمه بلون المنحنة، سنقوم بلون هذا الجزء النظر ما هو الرسم الدبرة هو الجزء والبداية للمنحنة من هذا البلاثة يعني خصوصي نكمل المنحنة، ولكن أنا لا أهمني أن أتبتت من هذا الشيء نرسم بلون مغاير هذا الجزء ونحبس، حتى أن ننسى الأمور التي هي ضرورية وعن دكسة أن نرسم المنحنة كاملة إذا ندرنا هذه القضية هذا الشيء الذي يدرنا بالنسبة على اليمين، ننشوف دبع على اليسار أو ثاني على اليسار دين هذا المستقيم هو جهة هذه، ولكن نفس المشكلة ستتفرح للمنحنة أخذنا نرسمه للفوق أو للتحت سننشوف نرى جدول تغيرات، لاحظوا في جهة اليسار لدينا المنحنة جهة هذه البلاثة التي تحتها لتحتها إذا انتهنا سنرسمها لتحتها لتحتها ما الأفضل؟ هذه الأجزاء التي كانت رسمنا؟ ما الأفضل حاولوا ترسمهم بقالم الرصص في البداية؟ حيث ممكن أن نرسم المنحنة أخصنا نلقاه مثلا جهة هنا وقرية في هذه البلاثة ممكن تعودوا تقعدوا هذا الشكل، لذا لم ترسموه بستيلو حيث لا يمكنكم أن تتمسحوه وتقعدوا الشكل نقوم بضوء موازين محور الأراتب بجوار بلسلانفيني هذه بجوار بلسلانفيني تقوم بissen me تعود على x تقوم بمحور الأفاصيل بجوار بلسلانفيني سنرسم المنحنة كوازين محور الأراتب و لكن لمشكل الجهور الذي سرسمه بسرعة المنحنة فلن يسرح على المنحنة هنا فى البلاصة الفوق او لا سرق في البلاصة التحت الذي سيحدد لي سرغط على المنحنة فلن نرى تغيرات أقل بجور بلس لان فيني المنحنة في الـ غادي سيطالع نحو الأعلى يدخل المنحنة من دون المنحنة إذا سنرسم جهود صغير من المنحنة ولاحظوا أن هذه الجههورات قريبا هذا الجزء والذي يوازي محور الأراتيب إذن هذا هو الجزء من المنحنة سوف نرسمه ففي الأخير نرى كيف يغلق هذا الجزء أيضا لدينا فرع شلجامي موازي محور الأراتيب ولكن هذه المرة أخرى بجوار مولن فيه مولن فيه دين محور الأفاصل التي جاءتنا هنا إذن لنرسم هذا الفرع شلجامي لدي أخرى مشكلة ليس يخصي كل فوق وليس يخصي كل تحت كيف سنعرف؟ دبا تنظرك ما تكونوا عرفتوا الإجابة قبل التحرق نذهب إلى جوال التغييرات كنلاحظ بجوار مولن فيني لاحظوا المنحنة بدأت من المنحنة إذا نخصي نذهب إلى المنحنة ونبدأ أهتأنا من المنحنة ويكون موازي لمحور الأراتيب إذن سنضر الجزء هكذا ونحبس إذا لاحظوا تقريبا بنت لنا الفكرة من المنحنة سيخرج من هنا ثم لا يوجد لنا ما يبقى عليه و سيهبط في البلاثة ثم سيعود بدمنا و سيخرج و سيأتي لنا سيساعدنا هذا من بعد سوف تركزوا معنا رسمنا المعلم رسمنا المنحنة رسمنا المنحنة كيف سيكون؟ رسمنا كل الأجزاء فرع الجميع كيف سنبقى لي؟ بقوا لي الممسات سوف تقول لي في التمرين لا تطلبوا سؤال فيه قابلة للشقاق أو مماس وبالتالي ما لدينا الممسات في حالة ما يطلبوهم لك في التمرين يكونوا عندك ولكن الممس دائما يكون عندك دائما تطرد له البل ولكنه لا يساولوك لا يجب أن تعرفوا ما هو الممس هو البلاثة في الممسات في الممسات في الممسات يكون أفصول أفوقي أو مماس أفوقي كيف سنبقى لا يجب أن تطلبوا أفوقي كيف سنبقى لك إذا يجب أن نذهب إلى أفصول أفا وللقوا النقطة أفصول أفا ونرسم فيها مماس أفوقي هذا السؤال تقطير أفا أنا كنت أضبط لكم الغيناه عندما كنت أعطيتكم واحد المعطاة في الحقيقة كان يجب أن أعطيكم تحقق أن أفا محصور بين 0.7 و 0.8 بطريقة مهمة مبارنة القيمة الوسيطية الذي أعطيتكم وهذا يجب أن تحسبوا الصور وتلقاها سريبة وصورة موجابة وبالتالي فأفا محصورة بين طيب وهذا تقطير ساعته 0.1 ويجب أن أعطيكم أن فأفا محصورة أو نعطيكم قيمة تقريبة فأفا محصورة بين 1.4 و 1.5 طيب إذا سنذهب إلى الأفصول المحصورة بين 0.37 و 0.8 عندما لدينا هنا 1 محصورة 0.8 أو 0.7 نعتبره هنا في نجاتنا فأفا سنذهب إلى 1.5 إذا هنا 1 1.5 تقريبا ثم التقاطع هذا جيد إذا هذه هي النقطة من المنحنة التي أفصلها ألفا ما سيقبل المنحنة في هذه النقطة المنحنة سيكون مماس أفقي لماذا سيكون مماس أفقي أعفونا لأنني لم أرسمت مماس أفقي بسبب الصعوبة التي تكتبها بالطابلت ومع لكم لا تقعدوا الشكل لكي ترسموا هنا مماس أفقي لماذا مماس أفقي لأن الدالة المشتقة عادي في هذه الأفصول وهذه النقطة هي التي تغييرها الراتب إذا لاحظوا الدالة ستكون تزايدية ستقص في المماس وهو وسهبط هنا تناقصية ثم ستطلع هنا تزايدية إذا المنحنة ستطلع هنا واضح تقل لنا واحدة المسألة وخمط طرحات يعني ما أكدوش عليها في التمرين ولكن تماما من الأفضل تردو لها البلدة لأنها حسبنا ستطلع هنا كنت تعرفوا أن فاورة نستعمل منه تقعر والتحدد المنحنة ونستعمل نقطة للمنحنة فاورة توفين فاورة استعمل فاورة أفصول كنت نقطة 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 المنحنة. طيب. فين جتنا سبعة. ضغطنا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. خصوصا اذا بنحسب اف ديال السبعة. اف ديال السبعة غطت جينا هي سبعة زائد واحد هي تمانية. مضروبة في الان ديال السبعة ناقص ثلاثة اللي هي اربعة. ضغطنا خصوصا نحسبه تمانية ايلاند ربعة. تقريبا غطت جي. تقريبا غطت جي. تقريبا غطت جينا عشراء او شي حاجة في حلوك دا انا ما نقدرش نحسب دباشلون ديعش الوقت. غطت جيكم في شي بلاسة هنا نقطة معي طاف. انا ما ارصمش دباش شك من قاد. غير باش نزرب دباش شوية. اذا دبا غطي نلاقي هذا الجزء من المنحنة. اذا لاحظوش غطي ندير. هاد المنحنة غطت يطلع من هنا ويقيس في هاد المامات. ولكن من هاد هاد الباصة هو جي طالع. اختيصكم على الاقل تحسبوا الصورة دينا ناقص ثلاثة. والصورة دينا ناقص واحد باش تعرفوا النقطة اللي غي يمر من المنحنة شكون هم. انا اختصار ونرسم المنحنة دبا هكذا بسرعة. مزيان هكذا. ثم دبا غطتين من هاد المامات هاد غطت يهبط ويجي عند الجزء هذا اللي هنا. غطتين هنا من الافضل تحسبوا مثلا على الاقل صورة الجوج اف ديال الجوج بالكالكل اللي يتيس بسرعة تحسبوها. حتى تعرفوا المنحنة من اللي غد يمر. وغد يجي عند الجزء. دبا المنحنة فاش غي يطلع من هنا. تلاحظوا من هنا غادي يكون مقعر. هاكو دا. هفون هنا ما قديتش الامر نزيل. وهنا غدي تبدل تقعور غي يصبح محدب. غي يصبح دير هاد. لان هذيك رهان نقطة نعطاف اللي يرسمنا تمه. نقطة نعتبر على ان المنحنة ما مقاتش. لان في حقيقة اعطيتك وقت بزاف وتابعني بزاف الخدمة. مهم هذه الفكرة كيفاش نرسم المنحنة. يعني عن طريق ترتيب ذلك المعطيات وتمثيلها بواحد الشكل اللي هو صحح. ولي شفنا اننا. خصنا نستغل له ذاكش دول التغييرات يعني بواحد الشكل يكون جيد. باش نقدر نعطوه للمنحنة بسهولة. اذا ده بغد نمره الى الجزء الثاني من التمرين. اللي هو فيه ثلاثة دي الاسئلة. مرتبطني بحساب التكامل وحساب المساحة. اذا في الجزء. جوج. قالوا لينا. لتكون A مساحة الحيز المحصور بين السائف ومحور الأفاصيل. والمستقيمن X يساوي ناقص واحد و X يساوي جوج بسنتيمتر مربع. السؤال الأول. حدد الأعداد الحقيقية A و B و C. بحيث لكل X يخالف ثلاثة. يكون عندنا ذلك التعبير يساوي ذلك التعبير المكتوب ثم. سنقول لدينا لكل X من A على ثلاثة. ماذا نخص نقوم بفضل التعبير؟ حيث هو ما نكتب لكم جوابني سنصرحة. سنقوم بحساب A X زائد B زائد C على ثلاثة ناقص X. سنشد هذا التعبير هذا. سنوحد له المقام. سنقوم بحساب A X عامل لثلاثة ناقص X. ضربنا هدف هذا المقام. زائد B حتى هي عامل لثلاثة ناقص X. ثم زائد C حتى تساء أصنان هذا المقام. سنقوم بحساب. سنقوم بحساب A X في ثلاثة هي ثلاثة A X. ثم A X ناقص X هي ناقص A X أكاري. هنا زائد B في ثلاثة يعني زائد B. ثم ناقص B X. ثم زائد C. على ثلاثة ناقص X. زائد X يساوي. سنرتب بهذه الحدودية. سنبدأ بهذه الحدودية. سنبدأ به أكبر أوسية. سنقوم بحساب A X. سنقوم بحساب X. سنقوم بحساب A X. سنقوم بحساب X. ثم X سنقوم بحساب X. ثم سنقوم بحساب X. ثم نكتب به أعداد تابعة التي لم تكن فيها X. شنو بقت لنا بقت لنا ثلاثة بي زائد العدد السن الكل مقصوم على ثلاثة ناقص اكس مزيد هات تعبير هذا شنو عطاوه لنا احنا من الول كيساوي عطاوه لنا كيساوي اكس اوس اثنان زائد اثنان اكس على ثلاثة ناقص اكس اذا حنا دباش نعن نرى عدنا هات تعبير هذا يسوي هذا بما ان المقام اصلرا كيشبه للمقام فهذا يكافئ ماذا يكافئ ان البسط لواء اكس اكاري زائد ثلاثة ا ناقص بي في اكس زائد ثلاثة بي زائد سي راه يساوي اكس اكاري زائد اثنان اكس وهاتش يدره لكل اكس قلنا من اغماء عادة ثلاثة هذا ماذا يعني بمطابقة هاد الحدوديتين سنسنجو ان المعامل لل اكسوس اثنان لواء يساوي المعامل هنا دل اكسوس اثنان اللي هو واحد مزيان و المعامل دل اكس اللي هو هات تعبير هذا ثلاثة ا ناقص بي يساوي المعامل دل اكس هنا اللي هو اثنان والعدد الثابت اللي ما فيش اكس اللي هو ثلاثة بي زائد سي يساوي العدد الثابت اللي ما فيش اكس والعدد الثابت اللي عندنا هنا ما كينش عدد بمعنى كين سفر بمعنى يساوي سفر وبالتالي كنحصل على هذه العلاقات اللي هم كين مكنوني من الحصول على القيم دل ا و ب و الس اذا من هذه اعطتنا ا يساوي واحد من هذه نعوض ا جيني ثلاثة في ا ثلاثة في واحد هي ثلاثة ناقص بي يساوي اثنان اللي هي اعطتنا بي يساوي ثلاثة ناقص اثنان اللي هي واحد وهادي سا تساوي ناقص ثلاثة بي ونعوض بي بواحد يعني سا تساوي ناقص ثلاثة طيب وبهذا الشكل هذا كنكون نلقينا لقيم دل ا و ب والس فقط يمكن لنا ذا من تأكده من ذاك شريرنا نعوض ا بواحد وش في علن هاد تعبير هذا غيجيني سواه الحدودية يلا عوضنا ا بواحد غتولي ايكس اس اثنان هنا ثلاثة في واحد هي ثلاثة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد يجوج اذن زائد جوج ايكس ثم هنا هyan زائد ثلاثة في واحد هي ثلاثة والتي لقيناها ناقص ثلاثة زائد ثلاثة ناقص ثلاثة هي سفر فعلا راهنا عدنا سفر زائد سفر اذا الشي لقيناs را صحيح نكملوا دب الإجابة للسؤال نمروا إلى السؤال رقم اثنان السؤال رقم اثنان قالوا لنا استنتج قيمة اي حيث اي هو التكامل من ناقص واحد نديل T وقاري زاء الجو تي على ثلاثة ناقص T دي تي هنا فقط تدلو غير بلاسة X دا رو تي ستعبير هذا التي لاحظه راح ولي احنا خدمه به فى البعض X وقاري زاء الجو تهو تيركز على ثلاثة ناقص X يعني قاعدة بغلا تنسى تركز على الأمر مزيان يمكنك تقول هذا يساوي وتكتبوا بلاسة X وتخدم عادي أنه ما فيها فقط نخليها هنا كي نحسبو هذا التكامل وكاللاحظ السؤال في هذه القضية في استنتج يعني سأعتماد على السؤال السابق والسؤال السابقة كيف نستطيع فعله حسب ذلك اللي جاوبنا عليه قدرنا نشدو هذا التعبير هذا لكي يشبه هذا يعني x أكاري زائد جوج x على ثلاثة ناقص x وقدرنا نفكوه يعني يصبح كي تكسب على شكل A x و A 1 يعني كي يصبح واحد في x هي x زائد بل هي واحد زائد C اللي هي ناقص 3 على ثلاثة ناقص x إذن هاتش اللي يمكن ندير؟ سنشدو هذا التعبير هذا وقدرنا نعوض به التعبير هذا اللي هو مفكك اللي هو غالي سهال عليه نحسب فيه التكامل إذن حسب السؤال السابق هذا التعبير هذا سيسمح كي يساوي وقدرنا نحيض هاتش هذا بين القوسين إذن E يساوي هو التكامل من ناقص واحد الجوج دير x زائد واحد زائد ناقص 3 على ثلاثة ناقص x dx مهم على كل حالة ننسيك سيبغي نخلي التكامل ولكن نخندر هنا اكسر ماشي مشكلة حتى ندرس dx طيب دابغا دين نمر إلى الدول الأصلية الأصلية ذي x هي x أقاري على جوج الأصلية ذي الواحد هي x ولكن نحن نقصر الدول بال ما هي الأصلية ذي للتعبير هذا كنلاحظوا عندنا في المقام عندنا 3 ناقص x في البسط يجب أن تكون المشتقة 3 ناقص x ماذا تفعل المشتقة ذي 3 هي 0 المشتقة ذي ناقص x ما هي ناقص واحد ماذا عندي في البسط ناقص واحد في البسط لدينا ناقص ثلاثة شنو يمكن أن نضيق يمكن لديك العدد ثلاثة اللي أنا ما محتاجوش سنهزو نحطه بره وتبقى بلاسة ناقص واحد طيب نقول تساوي تكامل من ناقص واحد الجوج x زائد واحد زائد ثلاثة مضروبة في ناقص واحد على ثلاثة ناقص x dx حتى إذا أريد تأكد ثلاثة في ناقص واحد رأي ناقص ثلاثة مزيان ودابا سنعطي الدواء الأصلية إذن x أقاري على جوج زائد دلادية x ثلاثة سنحتفظ بها هذا التعبير مكتوب على شكل ثلاثة ناقص x على ثلاثة ناقص x يكتب على شكل u' ودابا وش نكتلكم أنا في الفيديو السابق أصلي دير التعبير هذا أصلي دير التعبير ما شهي آلان دير e2x يعني هنا ما تقولواش لي آلان دير ثلاثة ناقص x لا شفنا أن الأصلي دير التعبير كتكون آلان دير القيمة المطلقة دير التعبيرها لهذا ردوا بهم مزيان فهذا العملية إذا نمنا ناقص 1 إلى 2 مزيان دابا قد يمشون حسب الصور صورة 2 سأجيني جوج أقاري هي 4 على جوج هي جوج زائد جوج زائد 3 مضروبه في آلان ثلاثة ناقص جوج هي 1 ثم دابا نناقص سأجيني ناقص سأجيني ناقص سأجيني ناقص صورة ناقص 1 سأجيني ناقص 1 أس 2 هي 1 على جوج زائد ناقص 1 هي ناقص 1 ثم زائد 3 في الآلان ثلاثة ناقص ناقص 1 هي 3 زائد 1 وقيمة مطلقة هي 4 لماذا لا تدرسى القيمة المطلقة لأنها أضافتنا 1 وقيمة المطلقة 1 هي 1 مزيان سأجيني ناقص وهذا سأجيني سأجيني ويساوي جوج زائد جوج ثلاثة ثلاثة في آلاند ووحد سأجيني ناقص 1 هذه 1 على جوج ناقص 1 هي ناقص 1 على جوج ونضربها على أن ناقص سأجيني ناقص 1 على جوج وهنا ستبقى لنا 3LN4 ونضربوها في هذا الناقص يعني ناقص 3LN4 إذن E تساوي هنا ستعود على جوج ناقص 3LN4 وهذه هي القيمة تكامل E جيد سنصل إلى السؤال الرقم 3 السؤال الرقم 3 قالوا لنا باستعمال مكاملة بالأجزاء واعتمادا على السؤال السابق أحسب قيمة A أرشفنا هي المساحة دي الحيز المحصور بين السائف ومحور الأفاصيل من لك تسمع بين السائف ومحور الأفاصيل يعني رغي يكون التكامل دي القيمة المطلقة دي FDX دي X مزيد والمستقيمان X يساوي ناقص 1 الأفصيل الصغيرة نكتبه التحت والأفصيل الكبيرة نكتبه الفوق دروري سنرد البل هذه المسألة وهذا الشيء الذي سيخرج سنضربه في وحدة حساب المساحات ما هي وحدة حساب المساحات التي سنستعملها هي السلم الذي أعطوني ونرفعه 2 يعني ما قالوا نحن في التمرين قالوا أن السلم هو 1 سنتيمتر إذا نفشح نضربها هنا سنضرب 1 سنتيمتر أوكاري وهي ستساوي 1 أوكاري في سنتيمتر أوكاري لو قالوا لي السلم مثلا هو جوج سنتيمتر ما هو سنضرب فشح سنضرب سنضرب هذا 2 وهي جوج 2 هي 4 سنتيمتر مربع يعني في هذه الحالة كنت سنحسب هاته التكامل وذلك الذي خرج سنضرب ه 4 ونكسب حدها سنتيمتر مربع طيب نكمل هذا بحساب إذا تساوي التكامل من ناقص 1 الجوج دي القيمة المطلقة ونعوض f x بالتعبير ذي لها x زائد 1 عامل ل قيمة مطلقة x ناقص 3 dx في وحدة حساب المساحات مزيد وهمرة قالوا لنا قالوا لنا يعني بالسعمال مكاملة بالأجزاء وحسب التكامل ولكن قبل ما ندر المكاملة بالأجزاء سنحييذ هذه القيمة المطلقة على التعبير كامل لهذا سيخصن الناقش لإشارات على المجال ناقص 1 جوج لدينا ماذا هذا التعبير الذي هو x زائد 1 رأى تعبير يكون موجب لنوضح أكثر x محصور بين ناقص 1 جوج حتى لك x ينتمين هذا المجال إذن فهو محصور بين ناقص 1 جوج بعنا إلا ازدنا 1 في جميع الأطراف ناقص 1 0 الصغر 100 أو x زائد 1 3 نحن يهمنا غير هذا x زائد 1 رأى كبر من 0 تعبير موجب طيب إذن تعبير هذا رأى موجب قاتل بالآلان يجب إشارة الآلان وليمكن لنفعل واحد مسألة هي أفضل نرجع المنحنة ونرى ما كان إذا سنرى في المجال من ناقص 1 حتى الجوج إذا لاحظوا من ناقص 1 ها في نجاتنا و جوج ها في نجاتنا كاللاحظ أن المنحنة يوجد فوق محور الأفاصيل بيعنا الدلة F يعني F دي X راح أكبر مئة ويسوي سفر لكل X ينتمي إلى المجال ناقص 1 جوج تهديم كلكم تقولوا هلهم في الجواب هتقول لهم ولدينا حسب السؤال رقم 5 في الجزء 1 C F يوجد فوق محور الأفاصيل على المجال ناقص 1 جوج يعني F X راح موجاب كبير من السفر بيعنا القيمة المطلقة F X تساوي F X 9 إذا كان ممكن ستعلم به لك لنضيع الوقت فتأطير فحق هاتش اللي خلص ندير من الأفضل إذا نحن ندير ه نحن نحن قبل ما نعود نكسب ها نحن لديكم الجوا و ندير ه إذا فهذا يساوي التكامل من ناقص 1 2 X 1 2 قيمة مطلقة X 3 D X 1 حساب المساحات القيمة المطلقة التي نحن لكم لها لتحييض غير ذلك التي كانت لك على F D X كام لها لم يكن لها لغة AL لغة لغة مشكلة فيها طيب في الاختيار نختار U' و V هنا U و V' V' إذن هذه هم اللي نختار هم من التعبير ما يكون الدالة التي نضيف للشقاق ما نضيف للشقاق لها الأصلية التي نضيف للشقاق فنعدي العمليات هو الآلان إذن الآلان سنضع فال الآلان لقيمة X 3 لمش شقة للتعبير هذا درجة حسبناها 1 على X 3 و سنشرح لكم الطريق هنا اللي سنختار لها الأصلية سنختار X زائد 1 أصلية للتعبير X أكار على جوج زائد X مزيد داب سنمر إلى الحساب إذن A تساوي بين معقوفتين سنضع ألا نضع قيمة مطلقة X 3 عامل للتعبير X أكار على جوج زائد X من ناقص 1 جوج ناقص تكامل من ناقص 1 جوج لاحظوا هاتش وصل معقوفت كنضع هذه في هذه وهنا في التكامل الثاني كنضع هذه في هذه يعني نضع 1 على X ناقص 3 عامل X أكار على جوج زائد X د X وهاتش كامل اللي كنحسب دائما نضع بالله القضية مضرب في حساب المساحات لكي لا نساوي وخحنا رغبتكم عندنا هذه الوحدة هي 1 سنتيمتر مربع واحد ما يغير ولو لكن لنضع إذا كان تمرين السلة مواجوج سوف تضرب التامرة كاملة لكي تحسب حساب ليس صحيح حيث أنت لا تضرب في X 4 لذلك سوف نضع البلد نسأل هذا مزيان هنا يبقى صغير الحساب نحسب ها بنيت لكي نكتب هذا كثير المرات إذا لاحظوا ما سوف هنا بالنسبة لصورة Jوج Jوج ناقص ثلاثة هي ناقص واحد القيمة المطلقة ناقص 1 هي 1 والآن ندر 1 هي 0 سفر مضربة في تعبير سوف هذا بالنسبة لصورة Jوج ثم ندر ناقص نحسب الصورة ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3 هي 4 القيمة المطلقة 4 هي 4 إذن سوف تبقى لنا 2 4 مضربة في ناقص 1 أقار 1 1 1 1 1 1 مزيد نحسب الصور هنا ناقص تكامل من 1 1 1 على X ناقص 3 هنا لنوصل إلى التعبير الذي عندي السؤال السابق من الأفضل نحن المقام سأقول المقام 1 هو Jوج هنا X أقار زائد Jوج X D X وهذا شي كامل مضرب في وحدة حساب المساحة إذن A ساوي لاحظ هنا ناقص 4 فناقص 1 على Jوج سأعطنا A 4 الكل على Jوج ناقص فناقص سأعطنا زائد ناقص تكامل من ناقص 1 للجوج هنا سنضرب هذا التعبير في البسط يعني أتول X O K R زائد Jوج X على Jوج عام X ناقص 3 D X ده نوصل إلى المرحلة للإستغلال السؤال السابق إلى لاحظ التكامل التي لديه هنا إلا حيث غير هذه جوج التي تحسب إلا حيث تبرا في تكشيل غير هو التكامل الذي حسب نا قبل إذن ما سأعطنا هذا ألان 4 على 2 ناقص 1 على Jوج في التكامل من ناقص 1 Jوج X O K R Z X على X 3 X و مسألة أخرى لم أتبه ما لديه تعبير لدينا سأعطي السؤال السابق السؤال السابق هو التكامل الذي أعطونا كان هناك التكامل من ناقص 1 Jوج X O K R Z Jوج X ولكن هنا نتبه أعطونا 3 X X X X 3 سنرد إذن ماذا سنقلب هذا يمكن أن بنتهم الناقص لما نقلب هم سنخرج واحد ناقص برا بعناها سنرد ها في حساب صراحة لهذا الإنسان نرد البال في الامتيحة الوطني يكون بعض أسئلة بحال هذه ربما لا ترد إذا سنرد سنضرب في ناقص الفوق والتحت سنضرب في ناقص الفوق سنضرب تكامل من ناقص 1 جوج x وقار زائد جوج إذا ضرب هنا في ناقص سنضرب ثلاثة 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 نضرب ثلاثة 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 في وحدة حساب المساحات التي يجب أن نردها دائما في الأخير A سنعوض ثلاثة Я ثلاثة لد m جوج نضرب ثلاثة نقص ثلاثة الكثير دav وفي قدب هنا النشر التبسيط مضربة في الوحدة يمكن أن نقوم بعمل الوحدة الوحدة يجحال هي واحد سنتيمتر موربع إذا كيف نكتب غير سنتيمتر موربع لو كانت مثلا كمدت لكم جوج سنتيمتر غير رفعة أو رفعة سنتيمتر موربع هذه الربعة سنشرها على العدد كامل هكذا لا نقوم بعمل هذا تساوي الاندير ربعة على جوج زائد 1 على جوج تساوي على جوج هي تساوي على الرابعة ناقص 3 على جوج الاندير ربعة 1 على جوج ناقص 3 على جوج هي ناقص جوج على جوج هي ناقص 1 بعينات القدية تساوي على الرابعة ناقص 1於 l4 بعينا ناقص 2 الاندير ربعة والوحدة هي السنتيمتر موربع وبهذا الشكل نح hect Itu لكذا لكم كيف نpo جوابنا على الثعل في هذه الانتحان الجريبي بين مهزة الذي فيه الم increased Who doesn't notice خاصة في التركيز على اف بريم باعتبارها دالة لا نستطيع أن نعتبرها غير مشتقة وصافة اف بريم يمكن أن نعتبرها دالة ونتهي نحسب لها ندرسوا الرتبة ديالها ونتهي نحسب لها النهايات ونتهي نطبقوا على مبرهن القيم الوسيطية إذن هذه مسألة مهمة في هذا الامتحان إذا استفتتم منها؟ أراكم استفتتم الشيء الكثير بطبيع الحال وكذلك في بعض التذكير في عدة أسئلة شفناها موقع الشيء الذي لدينا في هذا الامتحان الجريبي انتظرونا إن شاء الله في الامتحان الجريبي رقم 2 الذي نصحكم أنكم تشتغلوا عليه وكذلك الامتحان رقم 3 اللي نشرت لكم وباقي تقريبا واحد جوجة الامتحانات إن شاء الله في دراسة الدوائر ستكون فيه واحد القواعد المهمة جدا بحل الدارة العكسية بحل أسئلة فيهم الدوائر المثلاتية في الحساب التكامل والمساحات كان بعض الفقارات اللي لا بد أن تكون تراجعوهم تستعداد الامتحان الوطني وكنتمنون لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله وأعانكم الله والسلام عليكم ورحمة الله